التعصب الأوروبي أم التعصب الإسلامي؟ قال الأمير شكيب أرسلان متابعا تعليقاته على موضوع التعصب الأوروبي ولنأخذ أنموذجات أخرى من كتاب 100 مشروع لتقسيم تركيا قال الوزير دكوفارا إن أصل العداوة المزمنة التي يشعر بها الأوروبيون للأتراك ويميلون أبدا من أجلها إلى حصرهم في آسيا هي راجعة إلى العداء الشديد الواقع بين النصرانية والإسلام ونقل عن جودفروا كورت كلاما كتبه هذا في سنة 1889 في كتاب عنوانه الصليب والهلال قال فيه إن الإسلام قد عمل ما لم يقدر أن يعمله بل ما لم يجرؤ أن يعمله دين آخر وذلك بأن الصليب تغلب على كل شيء أمامه وجاء الإسلام أحيانا فتغلب عليه وكان الصليبيون يقولون في قتال الإسلام هكذا يريد الله ونحن يمكننا أن نعيد اليوم العبارة نفسها وأن نحارب العدو الذي حاربه آباؤنا وقال الميسيو دوفاريك من علماء الحقوق إنه من الواجب القيام بحرب دينية يستخلص بها القبر المقدس وتوضع بلاد يسوع تحت حراسة أمير مسيحي وحماية مجموع الدول العظام ثم قال دوفارا إن المسلمين كانوا أرعب أوروبا وخنعت لهم إسبانيا مع عظمتها وفي أواخر القرن الثاني عشر امتد سلطان العرب من الهند إلى الأطلنطيك وصارت حضارة بغداد والبصرة أعلى وأرقى من حضارة إكسلا شبل وباريس ملاحظة إكسلا شبل هي مدينة آخ من مدن ألمانيا والتي كانت عاصمة الإمبراطورية الرومانية المقدسة وكان الفرنج تحت قيادة شارل مارتل الذين كسروا المسلمين في بواتيه معركة بلاط الشهداء وأنقذوا النصرانية فمن ذلك الوقت لم يعرف المسلمون أوروبا إلا تحت اسم بلاد الفرنج وكان أول من دع الأوروبيين إلى حرب صليبية هو البابا سيلفستر الثاني وذلك سنة ألف واثنين ولم يوفق إلى تحقيق ما أراده ثم جاء البابا جريغوريوس السابع فاستنفر جميع ملوك أوروبا لحرب دينية يصلونها الإسلام وذلك سنة ألف وخمسة وسبعين إلا أنها هذه المرة أيضا لم تتحقق هذه الأمنية وتأخرت نحو عشرين سنة عن ذلك التاريخ ثم بدأت الحرب الصليبية فأخرت فتح الأتراك للخسطنطينية مدة ثلاثمائة وخمسين سنة وانتهت الحروب الصليبية سنة ألف ومائتين وسبعين إلى ألف ومائتين وتسعين ميلادي بسقوط عكا وخسر المسيحيون عدى ما كانوا فتحوه من بلاد الإسلام مملكتين مسيحيتين قبرص وأرمينيا ملاحظة تم فتح قبرص عام ثمانية وعشرين هجري في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وشهدت فتحها الصحابية الجليلة أم حرام بنت ملحان وتوفيت بها وفي عهد الرشيد العباسي غزاها المسلمون بعد أن نقض أهلها العهد ثم استولت عليها الدولة البيزنطية بعد منتصف القرن الثالث الهجري ثم أخذها ملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد وأقطعها لجي دي لزينان فأنشأ فيها مملكة صليبية كانت تشن الغارات على سواحل الشام ومصر وتنبه المماليك في مصر إلى خطورة الأسطول البحري فجهزوا جيشا قويا بحريا عام ثمانمائة وثمانية وعشرين هجري وبدأت الحملات لاحتلال هذه الجزيرة إلى أن استولوا عليها عام ثمانمائة وتسعة وعشرين ثم دخلت الجزيرة في حوزة الدولة العثمانية إلى أن تنازلت عنها للإنجليز بمقتضى اتفاق تم في مؤتمر برلين عام الف وثمانمائة وثمانية وسبعين ميلادي ثم أسلمها الإنجليز لليونان ولكن المسلمين القبارصة رفضوا هذا الأمر واستقلوا بالجزء الشرقي أو الشمالي منها انتهت الملاحظة ثم إن الأتراك دخلوا إلى أوروبا سنة 1356 ميلادي بعبورهم مضيق الدردنيل أو تشنقلعة وافتتحوا أدرنا في سنة 1360 وفي جميع هذه الأزمنة ومن قبل أن يدخل الترك إلى أوروبا كان كتاب النصارى والمفكرون منهم لا يريدون أن يتعزوا عن إخفاق الحروب الصليبية ولا يفتأون يهيجون خواطر الشعوب الأوروبية ويحرضونهم على عمل المشترك يقومون به لدحر الإسلام ولا سيما عن فلسطين واشتهر من بين هؤلاء المحرضين مارينو وسانوتو وغيليوم دي نوغاري وكذلك الشعراء مثل بيترارك كانوا في مقدمة المحرضين على قتال المسلمين قال مؤلف الكتاب دغوفارا ولما سقطت عكا وصور كتب البابا نيقول الرابع كتابا تاريخه 23.8.291 إلى فلسطين ملك فرنسا يظهر له به ألمه ويستنجده ليجمع كلمة ملوك النصارى وينتقم من الإسلام ولكن البابا مات قبل تحقيق أمله وكان قد تلقى برنامجي حرب أحدهما من ملك سقلية كارلوس الثاني والثاني من راهب يقال له وكان برنامج كارلوس الثاني العدول عن قتال المسلمين بالسيف إلى مقاتلتهم بالتجارة قال لأنهم إذا زحف الأوروبيون إلى بلادهم تركوهم يطؤون السواحل ويعملوا فيهم تأثير الإقليم فيضعفوا فكان الأولى قطع الطريق على متاجرهم وإعداد أساطيل لهذا المقصد وتوحيد القيادة ويسمى هذا المشروع في حرب الإسلام بمشروع كارلوس الثاني ملك سقلية أما مشروع فيدانس فلم يكن مقتصرا على حرب تجارية بل كان يشير بتجريد جيش يطأ البر ويكون وراءه أسطول من ثلاثين إلى خمسين بارجة حربية وأن تنزل الجنود في سواحل أنطاكيا ثم يجعل الصليبيون أنطاكيا معتصما لهم وقاعدة لغزواتهم وقد انتقد بعضهم هذا المشروع وحكموا باستحالته وفي سنة 1301 جد برنامج آخر صاحبه كارلوس دوفالو أخو فيليب لوبيل ملك فرنسا وكان هذا الأمير قد تزوج كاترينا ابنة فيليب دوكوتنية آخر ملوك اللاتين في القسطنطينية لأنه كما لا يخفى كان اللاتين غلب الروم على القسطنطينية وملكوها مدة خمسين سنة فتعلق أمل كارلوس المذكور بالاستيلاء على مملكة حميه وظاهره على ذلك البابا بونيغاس الثامن وبعض ملوك النصرانية ووعدته جمهورية البندقية بقوة بحرية إلا أن هذا المشروع أصيب أيضا بالفشل وكانت معداته ضئيلة بالنسبة إلى خطره وأكثر من حرض عليه فيليب لوبيل ملك فرنسا الذي كثيرا ما فكر بفتح فلسطين ثم إن البابا إكليمندوس الخامس تقدم إلى رئيس نظام الفرسان الهيكليين ملاحظة فرسان المعبد أو فرسان الهيكل وفي كتب التاريخ الإسلامي يسمونهم بالداوية وهي جمعية سرية من متعصبي الصليبيين عاهدوا أنفسهم بأن يحموا الحملات الصليبية واستخدموا جزر البحر المتوسط كقبرص ورودوس ومالطة أو كارا لهم لشن الحملات على المسلمين تقدم إلى رئيس نظام الفرسان الهيكليين بترتيب برنامج لمحاربة المسلمين وذلك سنة 1307 وكان الرئيس المذكور يدعى جاك دومولي فأشار هذا بجمع كلمة نصرانية على قتال المسلمين وأنه لا يجب أن يقل الجيش عن 65 ألف مقاتل وأن يكون معززا بأسطول يرسو في مياه قبرص تحت قيادة الأميرال روجر دولوريا الأرغوني المشروع الرابع ثم جد مشروع رابع صاحبه بير دوبوا وهو رجل من مدينة كوتينس ولد بين سنة 1250 و 1260 واشتهر سنة 1300 وقدم برنامجا إلى البابا إكليمندوس الخامس لأجل استرداد الأراضي المقدسة وقدم برنامجا آخر إلى فليب لوبيل ملك فرنسا في الموضوع نفسه وحرضه على أن يؤسس مملكة في الشرق يضع على رأسها ثاني أولاده وكان من جملة وصاياه أن تتوحد كلمة الملوك الكاثوليكيين وأن يحملوا الروم الأرثوزوكسيين في الشرق على الخضوع للكنيسة الرومانية وأن يكون الجميع يدا واحدة في وجه الإسلام وقال إنه يجب تجهيز أربعة جيوش ثلاثة منها تذهب بحرا إلى فلسطين والرابع يسحف برا وكان من رأيه أنه بعد استتباب الفتح يصير كارلوس دوفالو ملكا على جميع المملكة البيزنطية مضمومة إلى بلاد المجر والفلاخ والبغدان ملاحظة الفلاخ كان الأتراك يسمونها أفلاق وهي إمارة من إمارات الدانوب ظهرت للوجود في القرن الثالث عشر وأصبحت منذ سنة 1396 ميلادي تابعة للدولة العثمانية واستقلت سنة 1856 واتحدت مع ملضافيا وهي البغدان سنة 1858 ميلادي وكونت معا الدولة الرومانية الحديثة إضافة لجزء من ترانسلفانيا وسيرد ذكر الأفلاخ والبغدان كثيرا في هذا الكتاب وهكذا لو تم ما أراده لكانت مملكة رومانيا الحالية من جملة ملحقات فرنسا وكان من جملة ما أشار به أن يكون البابا هو المصلحة بين الأمراء المسيحيين وأن يجعل مجمعا عاما وخزانة خاصة بالأرض المقدسة يكون لها شعبة في كل كنيسة مسيحية وقال المؤرخ الشهير البير سوريل إنه كان في برنامج بير توبوا هذا كثير من الخيال ولكن هذا الخيال كان في ذلك الوقت يحوم على خواطر الجميع ونقل دوغوفارا في أثناء كلامه على مشروع دوبوا أن البابا جريغوريوس الحادي عشر أنذر إمبراطورة بيزنطة بأنه لن يساعده على المسلمين إن لم يرجع إلى الكنيسة الرومانية ونقل أيضا أن البابا سيليفيوس كتب إلى السلطان محمد الفاتح سنة 1463 ميلادي ويدعوه أن يتنصر ويقول له بقليل من الماء على بدنك تتعمد وتصير نصرانيا خادما للإنجيل فإن فعلت هذا لا يكون على وجه الأرض ملك يمكنه أن يفوقك في المجد والاقتدار المشروع الخامس ثم مشروع ريموندلول سنة 1306 ميلادي وهو فيلسوف مسيحي صاحب طريقة خاصة به ولد في بالما من جزيرة ميورقة وقتله العرب في تونس سنة 1315 وله مؤلفات كثيرة في اللاتينية وقد كان من الدعاة إلى الحرب الصليبية وله في ذلك تآليف موجودة نسخته الأصلية بخط المؤلف في المكتبة الوطنية في باريس تحت الرقم ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وعشرين وقد استحسن المجمع العام المنعقد في فيان سنة 1311 هذا الكتاب ملاحظة فيان منطقة جنوب فرنسا بالقرب من ليون الحالية وأوجب العمل به وقرر القيام بصليبية جديدة واشتباء العشر من الحاصلات لأجل هذه الغازات الصليبية وذلك لمدة ست سنوات ولم يقل ريموند لول شيئا مما يتعلق بكيفية تقسيم بلاد الإسلام بين الفاتحين الكاثوليك ولكنه ذهب إلى وجوب تعلم اللغات الشرقية لاسيما اللغة العربية لتسهيل هذه الفتوحات ونشر الدين الكاثوليكي بالوعظ والإرشاد وقال سان مارك جيراردان إن ريموند لول كان يرى الأولى هداية غير المؤمنين وهداية المسيحيين المنشقين إلى الدين الكاثوليكي بدلا من قهرهم بالسيف هذا وكان ريموند يقترح تجريدتين صليبيتين إحدهما تزحف إلى مراكش فتونس فطرابلس والثانية تزحف إلى القسطنطينية ومنها إلى سوريا وقد اختلفت برامج هؤلاء الخياليين في قضية الزحف على بلاد الإسلام فكان جليوم دادان الدومينيكاني يرى السيرة من طريق القسطنطينية وقد ألف بين سنة 1310 و1314 ميلادي كتابا سماه كيفية استئصال المسلمين وأشار فيه بإيجاد أسطولا مسيحيا في خليج فارس الخليج العربي وأما بروكارد فأشار بالزحف من إيطاليا إلى بلاد الصرب ومنها إلى الشرق وأما سانتو فكان يرى وجوب الحمل على بلاد الإسلام من البحر ويدخل في برنامج ريموندلول الزحف على بلاد الأندلس برا وبحرا وبعد الاستيلاء عليها احتلال مدينة سبتا في أفريقيا ثم مدينة تونس وذلك لأجل تسهيل الاستيلاء على مصر والبلاد المقدسة وبينما يكون جانب من القوة الصليبية محاصرا مصر يكون الجانب الآخر زاحفا من القسطنطينية إلى سوريا ومنها إلى جزيرة العرب فهذه مشروعات خمسة لخصناها تلخيصا من كتاب 100 مشروع لتقسيم تركيا المشروع السادس هو مشروع مارينو سانوتو وهو رجل ينتسب إلى إحدى الأسر النبيلة في البندقية ولد سنة 1260 ميلادي وطاف في بلاد الشرق مثل المورة وهي جزء من اليونان الآن وقبرص وأرمينيا ورودوس والإسكندرية وقد بدأ كتابه في الحث على محاربة المسلمين سنة 1306 ميلادي ولكنه لم يقدمه إلى البابا يوحنى الثاني والعشرين إلا سنة 1321 ميلادي وقد ذهب في كتابه لأجل نجاح المشروع إلى توحيد الكنيستين الشرقية والغربية وفي ذلك يقول الفيلسوف أرنيست رينان إن سانوتو كان يجهل درجة الخلاف بين الكنيستين ولا يعلم أن الروم لم يكن يصعب عليهم الخضوع للعمامة كما يصعب عليهم الخضوع للتاج البابوي ولم يكن سانوتو يشير باستيلاء اللاتين على القسطنطينية بل كان يرى بقاء بيزنطا للروم وكان من رأيه أن تكون سلطنة البقاع المقدسة لفرنسا وكان يحث كثيرا على حصر الديار المصرية ويعتقد أنها إذا حوصرت مدة ثلاث سنوات فلابد من الاستيلاء عليها وأنه إذا استولى المسيحيون على مصر فلابد من أن يستولوا على بيت المقدس وكان أكثر مقصد سانوتو تأمين الطرق الاقتصادية أمام بلدة البندقية وتمكينها من الاستيلاء الاقتصادي على الشرق قال دكوفارا إن إنجلترا بعد سبعة قرون من زمان سانوتو حققت لنفسها الأمل الذي كان يحلم به سانوتو المشروع السابع المنسوب إلى هايتون أو هيتوم سنة 1307 ميلادي وكان هيتوم أميرا أرمانيا في كارشي وهي ثغر بحري بإزاء جزيرة قبرص وكان عمه ملكا على أرمينيا ملاحظة أرمينيا مملكة قديمة في جنوب شرق الأناضول كانت عاصمتها آتي وحكمها إقطاعيون من آل بقرادوني ثم ضمت إلى تركيا وانحصر الأرمان أخيرا في مقاطعة أرمينيا التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي سابقا فاستولى المسلمون على بلاده ولجأ هيتوم إلى الواب أكليمندوس الخامس وأقام بمدينة بواتيه ملاحظة وهي مدينة في جنوب فرنسا وهي التي جرت فيها معركة مشهورة بين المسلمين بقيادة عبد الرحمن الغافقي والفرنجة بقيادة شارل مارتل انتصر المسلمون في بدايتها ثم صارت الدائرة عليهم وكانت آخر المحاولات الكبرى لفتح فرنسا ولعل من كره هذا الأرمني للمسلمين أن استقر في هذه المدينة وأقام بمدينة بواتيه حيث مات سنة 1308 ميلادي وكتب كتابا باللاتينية ثم ترجم هذا الكتاب سنة 1351 إلى الإفرانسية وأشار في كتابه إلى وجوب فتح بيت المقدس وبين الطريق التي بزعمه يتيسر بها هذا الفتح ولكن الوقت الذي كتب فيه كتابه هذا لم يكن الوقت الذي يقبل فيه الناس رأيا كهذا الرأي فقد كانوا في فرنسا تحت تأثير فاجعة القديس الويس مالك فرنسا الذي كان قد أسر في دمياط ثم عاد فقتل في تونس وكان برنامج هيتوم تجريدة جيشا على شمالية أفريقيا وجيشا آخر يزحف إلى سوريا عن طريق القسطنطينية وجيشا آخر يزحف بحرا وأكثر ما كان يهم هيتوم هو فتح بلاد أرمينيا وكان يرى أن المغول يمالئون الصليبيين على المسلمين وأنه إذا زحفوا إلى حلب فسيضطر سلطان مصر إلى نجدة حلب فيخرج من بلاده ويخلو الجو للإفرانج فيمكنهم احتلال طرابلس الغرب وكان يشير بعقد محالفة بين المسيحيين والمغول لكن على شرط أن لا يتلاقى الجيشان من الفريقين لأن لا يحدث بينهما قتال بل يسحف المغول إلى دمشق ويسحف الصليبيون عن طريق الساحل إلى القدس وبعد الاستيلاء على بيت المقدس يسحفون إلى مصر ولم يكن نجاح مشروع هيتوم أعظم حظا من مشروعات الآخرين المشروع الثامن وهو المنسوب إلى غليوم دونوغاري وتاريخه سنة 1310 ميلادي وكان نوغاري من رجال فيليب لوبل ملك فرنسا وكان هذا الملك شديد الاعتماد عليه ولذلك كان يشير بتولية فيليب لوبل قيادة الحملة الصليبية وأن تجبل أموال اللازمة لتلك الحملة وتوضع بين يديه ولذلك أساء بعضهم الظن في فيليب لوبل واعتقدوا أنه إنما أراد بهذه الصليبية جمع الأموال لا إعلاء كلمة الصليب وكان مما أشار به نوغاري محالفة سلاطين المغول ومحالفة إمبراطور الروم في بيزنطة المشروع التاسع المنسوب إلى غليوم دادام وتاريخه سنة 1311 ميلادي وكان المذكور راهبا دومينيكيا قضى معظم حياته يعظ بالإنجيل في بلاد الشرق وذهب إلى الحبشة والهند وكانت آراؤه في الموضوع غريبة فكان يشير بأن الصليبيين يأخذون القسطنطينية في طريقهم ويحولونها مملكة لاتينية وكان يشير أيضا بعمارة أسطول في بحر فارس لمنع تجارة الهند مع مصر وقد نفذ البرتغاليون والإسبان في القرن السادس عشر ما أشار به صاحب هذا المشروع وحمل حملة شديدة على المسيحيين الذين كانوا يتاجرون مع المسلمين لا سيمة الجنوية منهم أي أهل مدينة جنوى الذين كانوا يبيعون الرقيقة من أهل مصر فكان في ذلك القطر جيش من المماليك نحو أربعين ألفا أكثرهم بلغار ويونان ومجر وغيرهم وقال إنه يجب على البابة إصدار حرمان بحق كل المسيحيين الذين لهم علاقة تجارية مع المسلمين وقال بوجوب عقد محالفة مع الكورج أي الجورجيين ومع ملوك العجم أي بلاد فارس وأن يعهد بالسيطرة على بحر اليونان المسمى ببحر الأرخبيل إلى أولاد ذكرية الجنويين الذين كانوا يملكون جزيرة شيو وألحى غليوم هذا كثيرا بفتح القسطنطينية قائلا إنها مفتاح كل الشرق وقال إن الروم لم يكون أقل عداء للاتين من المسلمين فيجب خضد شوكتهم وقد اهتم صاحب هذا المشروع كثيرا بالمسألة الاقتصادية نظير سانوتو وقال إنه يجب قطع تجارة مصر مع الشرق الأقصى بوضع قوة صليبية في بحر الهند وفي عدن وقد كان هذا الأمر في ذلك الوقت ضربا من المحال المشروع العاشر وهو مشروع هنري ديلوزنيان ملك قبرص وتاريخه سنة 1311 ميلادي وقد تقدم هذا المشروع إلى مجمع فيان مع مشروع نوغاري المتقدم الذكر وكان هذا الملك يشير بتجهيز طليعة مسيحية قوامها 15 أو 20 سفينة حربية تواصل غاراتها البحرية على مصر إلا أن تتمكن من تخريبها وبعد ذلك يقدم الجيش الكبير فيطأ أرض مصر ويستولي عليها وإذا استولى الصالبيون على مصر هان عليهم فتحوا سوريا وقد أشار الملك المذكور بأن يبدأ الصالبيون باحتلال قبرص وأن يتجنبوا احتلال أرمينيا يريد بأرمينيا بلاد كيليكيا وإسكندرونا وذلك بقوله إن مناخ تلك البلاد شاق على الأوروبيين وأن الزحف منها إلى سوريا في غاية الصعوبة وقد كان لتقرير ملك قبرص هذا تأثير عظيم في مجمع فيان فأعلن هذا المجمع الحرب الصالبية في التاسع عشر من ديسمبر 1312 ميلادي وبينما هم يجهزون الجيوش إذ مات فيليب لوبل ملك فرنسا والبابا إكليمندوس فتوقف العمل ثم قام الأساقفة يحرضون شارل لوبل على إتمام المشروع فعارض في ذلك دوق بورغونيا ومقي الأخذ والرد في هذه المسألة إلى سنة 1333 المشروع الحادي عشر والمنسوب إلى بروكارد وتاريخه سنة 1332 وكان بروكارد هذا راهبا ألمانيا من الرهبان الدومينيكيين فقدم تقريرا إلى ملك فرنسا يشير به بحرب صليبية ويبين الطرق الموافقة لها ولم يكن يرى أن تكون الحملة بحرية ولا كان أيضا يستحسن الزحف من جبل طارق وشمالي أفريقيا إلى مصر وكان يرى هذه الطريق طويلة شاقة وإنما كان يجد الطريق الحسن من خليج أوترانتو ملاحظة وهي منطقة في أقصى جنوب شرق إيطاليا كعب الجزم الإيطالي فتحها الأتراك لمدة قصيرة سنة 1480 من خليج أوترانتو أوترانتو إلى كورفو إلى البلقان ويرى أحسن من ذلك الطريق التي اتبعها بوتروس الناسك وهي طريق ألمانيا إلى بلاد المجر إلى البلقان إلى القسطنطينية ولم يكن بروكارد يرضى بمهادنة ملك الصرب وإمبراطور الروم في بيزنطا بل كان يقول إنه لا يجوز الثقة بهما لأن نصارى تلك البلاد منشقون على الكنيسة ويجب فتح بلادهم كما يجب فتح بلاد المسلمين وكان يقول إن الترك يدور بينهم كلام من قبيل الجفر ملاحظة كتاب فيه نبوآت مستقبلية ليس لها أساس من الصحة يعتمد عليه الشيعة وينسبونه إلى جعفر الصادق وهو منه براء وكلمة جفر مأخوذة من هذا الكتاب كما يدعون مكتوب على جلد ماعز صغير من قبيل الجفر على أنه لا بد أن يفتح بلادهم ملك إفرنجي وأن هذا مما يسهل نجاح هذه الغازات ولم يكن في مشروع بروكارد شيء من الملاحظات الاقتصادية بل كانت جميع الأغراض التي بنى كلامه عليها حربية سياسية ولذلك كان لتقريره وقع عظيم على المجلس الملوكي في فرنسا وبعد أن قتلوا المسألة بحثا رجحوا طريق البحر على الطريق التي اختارها بروكارد بحجة أن هذه الطريق خطرة ثم عرضت جمهورية البندقية عقد عصبة ضد الأتراك ودخل في هذا التحالف إمبراطور القسطنطينية وفرسان رودوس وهم فرسان القديس يوحنى وانعقد الحلف بين فرنسا والبندقية بحضور البابا يوحنى الثاني والعشرين في أفنيون وأعلن البابا فيليب السادس المسمى دوفالوا قائدا للزحفة الصالبية واكتتب للذهاب ثلاثمائة ألف مقاتل وكانت السفن في المراسي قد تهيأت لنقل ستين ألف مقاتل دفعة واحدة وبينما هم على قدم الزحف إذ نشبت الحرب بين إنجلترا وفرنسا فتوقف كل شيء ثم جاءت الأخبار بتهافت سلطنة بيزنطة من كل جهة وتداعيها إلى السقوط فخارت العزائم وفي سنة 1380 ميلادي وسنة 1390 ميلادي عقدت البندقية وجنوى وغيرهما من الجمهوريات البحرية معاهدات تجارية مع الترك وفي سنة 1389 ميلادي أحرز الترك ذلك النصر العظيم في قوسوى ملاحظة قبل هذه المعركة المشهورة قام تحالف صليبي بين ملك السرب وأمراء ألبانيا ضد العثمانيين والتقى الطرفان في مكان يسمى قوسوى التي نعرفها اليوم باسم قوسوفو انتصر فيه العثمانيون انتصارا باهرا بقيادة السلطان مراد بن أورخان وهزم فيه ملك السرب لازار وجرح وأسر وبعد هذه المعركة انتهى تماما استقلال السرب أحرز الترك ذلك النصر العظيم في قوسوى ثم في سنة 1396 انتصر الترك انتصارا باهرا في نيكوبوريس ملاحظة وهي مدينة أسسها الإمبراطور الروماني تراجانوس وتقع في شمال بلغاريا على حدود رومانيا وهذه المعركة كانت في عهد السلطان بايزيد الأول الملقب بالصاعقة يلدرم وكان ملك المجر قد حشد الحشود واستنجذ بأوروبا فأرسلت فرنسا أشرافها وكذلك إمارة بافاريا جنوب ألمانيا وأيضا النمسا وكان نتيجتها انتصار العثمانيين وقد أسر رئيس الحملة الفرنسية الكونت دينيفر ثم أطلق سراحه بعد دفع الفداء وقال له السلطان بايزيد يلدرم إنك أقسمت ألا تعود لمحاربتي ولكن إني أجيز لك ألا تحفظ هذا اليمين فأنت في حلا من الرجوع لمحاربتي إذ لا شيء أحب إلي من محاربة جميع مسيحي أوروبا والانتصار عليهم انتصر التركو انتصارا باهرا في نيكوبوريس على الجيوش المجرية والإفرانسية وأخذ كثير من أمراء الفرنسيس وفرسانهم أسرى ولم يبقى في القرن الرابع عشر محل لحملات صليبية واستمر إمبراطور القسطنطينية يرسل بالصريخ إلى أوروبا فأرسل إلى كارلوس الرابع ملك فرنسا يستعديه على الأتراك وأعلن البابا جريجوريوس الثاني عشر الحرب الصليبية على المسلمين في التاسع من نوفمبر 1407 ميلادي إلا أن الترك استولوا على القسطنطينية وقبرص وازدادت الآمال خيبة وآل الأمر إلى أن توما باليولوغ باع من ملك فرنسا كارلوس السابع لقب إمبراطور المشرق ولكن لم ينفع هذا شيئا ولما نشبت الحرب بين ملك فرنسا المذكور وبين البابا إسكندر السادس اضطر البابا إلى عقد معاهدة مع السلطان بيازيد العثماني ضد ملك فرنسا الذي كان ينوي فتح الأرض المقدسة المشروع الثاني عشر وهو منسوب إلى بيرتراندون دي لابروكيار وتاريخه سنة 1432 وكان هذا الرجل من أخصاء فيليب لوبون دوق بورغونيا أرسله الدوق إلى المشرق رائدا لما كان في نفسه من القيام بحرب صليبية فذهب إلى القدس سنة 1432 وعاد إلى فرنسا من طريق البر فمر بدمشق وأنطاكيا وبروسا بورسا وقاليبولي والقسطنطينية وأديرنا وفليبا وصوفيا وبيلجراد وفييننا ووصل إلى بلاط سيده دوق بورغونيا في سنة 1433 وهو باللباس الشرقي وكان على جواد قد اشتراه في دمشق وقد كتب رحلته هذه بلسان ذلك الوقت ونقحها باللسان الفرنسي الحديث الميسيو لوغراندوسي ونشرت سنة 1892 ميلادي ونسختها الأصلية في المكتبة الوطنية بباريس ومن رأي دولا بروكيار أن الملك المسيحي الذي سيحارب المسلمين لا ينبغي له أن يفكر بمجد ولا بحسن أحدوثة وإنما ينبغي أن يكون عمله مجردا لله وأنه لا يوافق أن تكون أرزاق الجيش الصليبي من النهب والغصب وإنما يؤدون ثمن الأقوات كلها إلى من يبيعهم إياها إلى أن يدخلوا في بلاد الأتراك ومن رأيه أن البابا يقدر أن يقوم بنفقات الحملة الصليبية وقد تكلم دولا بروكيار عن الروم فطعن فيهم وطعن في المجر أكثر مما كان طعن في الأروام وقال إنه يأمن إلى تركيا أكثر مما يأمن إلى مجري ولما وصل إلى غلطة في القسطنطينية تلاقى مع فورلينو معتمد دوق ميلانو في الشرق وذهبا معا إلى السلطان مراد الثاني في أدرنا لأجل تبليغه رسالة من قبل دوق ميلانو معناها أنه يأمل من السلطان أن يتخلى للإمبراطور سيكسموند عن بلاد المجر والبغدان والبولغار وبوسنا وألبانيا فأجابهما السلطان قائلا سلما على أخي دوق ميلانو وقولا له أن طلبه هذا غير مقبول لا سيما أنه ما وجد الإمبراطور أمامي في معركة إلا انهزم أولاذ بالفرار ترجمة نانسي قنقر